اهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك وبرحب بضفنا النهاردة في المحترف الصحفي والناقض الرياضي المتميز إيهاب الجنيدي بسهل الخير يا بوب بسهل الخير يا خبتن هاني وتحياتي ليك ولكل جماهير النادي الأهلي منورنا ببنا خليك كابتن عندنا حاجات كتير جدا نتكلم عليها النهاردة أهمها طبعا ما يشغل طبعا كل الشعب المصري هو المنتخب القومي وخروجه أمام المنتخب التونسي في مباراة نصف النهاية في كاس العرب عشرين واحد وعشرين قراعك في المطش طبعا يا خبتن بسم الحمال الحين نبدأ نقولي أننا ظهور سيء جدا أسوأ مباراة لمصر يعني رغم أن في مباراة لبنان ما كانش الظهور جيد بس كنا أفضل من كده كان فيه هجمات كان فيه شغل كان فيه حاجة بتتعامل جوه الملعب إنما احنا مطش تونس أنا مش هزاقول ما جناش المباراة كناش موجودين الهجمات اللي جتلينا جتلينا فرص على فكرة أخطر من فرص تونس ولكن جت بشكل عشوائي يعني الفرص اللي حققها منتخب مصر أو اللي قتيحت لمنتخب مصر زي ما حركتها بقت ما كانتش مبنية على هجمة هجمة مدروسة ومعمولة وواحد اثنين ثلاثة اللي عيبة توصل لمرمى الخصم ازاي لا احنا ما كانش عندنا ده احنا وصلنا كل الهجمات اللي وصلناها سواء الكرة اللي مران حمدي ضيحها ووقف على إنها تسلل هو قريدي ضاعت يعني برضو منه قبلها وما كانتش تسلل والكرة التانية اللي هو تدخل هو ومصطفى فتحي برضو مع بعض فرصة سهلة جدا برضو ما كانتش كانت خطأ من الدفاع اتقطعت الكرة وروح نبيع الجون فين الجمل اللي عملها منتخب مصر في المباراة ما كانش فيه وانا شايف ان ده بشكل اساسي لسوق توظيف اللاعبين داخل الملعب زي ما بقول كده ان كل واحد حطه في مكانه انا هو ده اللي رسالت لكروش اللي عايز اقولها ان انت حط كل واحد في مكانه يعني انا ازاي عندي هداف الدوري المصري والفرود الاول بتاع مصر الهداف وما بحطوش دايما رأس حربة محمد شريف يعني اولا ما ببدأش بيه انا عايز اتكلم معك في موضوع كروش كمان يعني كل الناس والسوشيال ميدا تكلمت بشكل أو بآخر عن كروش وعدم لغاية دلوقتي الشارع المصري او الشارع الرياضي المصري في كرة القدم مش فاهم كروش بيفكر ازاي ومش فاهم الاستراتيجي بتاعته بشكل اي يمكن انا هنا في المحترف اتكلمت على نقطة انه قد يكون انه يعني بيحاول يشوف وجه جديدة بيحاول يقف او يوسع قاعدة اللعبين على المستوى الدولي لكن من الواضح في المباراة دا ان علامات استفهام كبيرة جدا على ادارته للمباراة ادارته من المباراة من حيث التشكيل وده خلي بالك موضوع التشكيل ده من بداية البطول لكن على مستوى التغييرات على مستوى اراية الخصم على مستوى اراية اللعب على مستوى انك ممكن جدا وانت واقف على الخط ممكن تشوف على سبيل المثال حسين فيصل لعيب مميز ولكن كان واضح جدا مع بداية مباراة تونس انه مش قادر مجهد كل كرة مأتوعة وبالتالي كان لازم يكون فيه تدخل بشكل جيد في ادارة المباراة شايف كروش مش هقول لك تقييمك لي على مستوى المباراة كلنا عارفينه لكن يعني انت قاريته ازاي كصحفي وناقض رادي قاري كروش ازاي من انهي حتة بالزبط كروش يا كابتن مدرب عنيد عنيد اه مدرب عنيد ودي مشكلة كبيرة ولا يستمع لأحد ودي لا يتفجر الايام الجاية وانا بقولها لك من هنا كابتن فيه مشاكل بينه وبين الجهاز الفني المساعد لي كروش لا يستمع لأحد ابي استمعش كابتن ضياء السيد موجود معاه ما بنحسش ان فيه اي نقاش حتى ما بنشوفش ان فيه اي كلام شوف كده اللي ما تشكل لها حتى الان اللي لعبها مع منتخب مصر قول لي ان فيه لقطة جات لقطة راحدة جات اتشافت على الشاشة ان هو على الشاشات ان هو بيتكلم مع كابتن ضياء السيد اللي المفروض المدرب العام ما فيش اي تفاهم بينه وبين الجهاز فيه خلافات بينه وبين الجهاز واضح جدا يعني ما بياخدش برأي حد وانت راجل مدرب يعني بيتكلمنا في النقطة دي خلينا نتناقش في النقطة دي لان كمان مش عايزين نزلم الناس المصريين الموجودين هي ايه مهمة الجهاز المعاون ايه مهمة الجهاز المعاون انه لو شايف حاجة اولا تأهيل اللعيبة والكلام ويمكن على مستوى المصريين انك بتحفزهم بشكل كبير لان الاجانب ما عندهمش تحفيز زي المصريين بشكل كبير طبعا تحضير التدريبات كل دوت مهم قبل المباراة لكن من خلال المباراة انه كل اللي ممكن يقوله الجهاز المعاون انه والله مستر كروش انا شايف التغيير دي هتبقى منازبة في الديئة كذا لكن القرار بتاعه يعني القرار بتاعه بس هالمعنى كده كبت انه مالوش انه ان انا ابدي رأي لازم ان ده اللعيب ده كذا ان ده محتاجين نغير ده ان ده محتاجي يقعد ان ده بيلعب في مكان مش مركزه صحيح يعني انا عايز كروش هو كل اللي هيتضبط منتخب مصر الفترة الجاية ستة لعيبه ستة تمانية لعيبه تمانية تسعة لعيبه تسعة انما اللغبطة اللي عاملها في منتخب مصر اللي احنا مش عارفين كل ماتش انا شفت حسين فصل في مركزين مصطفى فتحين برح لعب في كل حتة تقريبا نزل بديل شوية شفته يمين وشوية شفته شمال شوية شفته في النص تحت راس الحربة شوية رجع ورا في نص الملعب تاني انا مش عارف هو بيلعب ايه يعني التغيير دي واللغبطة دي يعني ما بتخدمش الفرق النقطة التانية يا كابتن المهمة جدا ان انت كمدرب لازم ما تبقاش كتاب مفتوح منتخب مصر امام المنفسين حتى منذر الكبير بعد المبرأة ليه قال كنا حافظين طريقة لعب منتخب مصر ولا اناها توقعناها ولا اناها انت بتواجه تونس غير ما بتواجه السودان غير ما بتواجه لبنان غير ماتش الجزائر لازم وده اللي بيعمله مسلماني في الاهلي على فكرة وفيه بعض اعتراضاتها عليه مع اني انا مقتنع تماما باللي بيعمله مستر مسلماني في الاهلي كل الناس اللي اعتردت دولك فين طريقة اللعب فين يعني احنا مش عارفين طريقة لعب من مسلماني مسلماني بينفذ الفكر الحديث في الكرة العالمية كل مباراة ليه هزروفها كل خاصة ليه طريقته اللي تناسبه مش ممكن نلعب كل مباراة بنفس طريقة اللعب وده اللي عمره كيروش نقطة مهمة جدا كمان خلي بالك المنتخبات شوية مختلفة على الاندية لكن مهم جدا ان نكون لمنتخب مصر هوية وشخصية شوفنا الكلام ده على مستوى المنتخب الجزائري ليه هوية وشخصية حتى ايا كان المنافس لكن فيه شخصية للمنتخب الجزائري فيه شخصية حتى للمنتخب التونسي اللي انا شايف انه يعني رغم طبعا بنقوله مبروك لكن رغم الفوز لكن ما كانش بالمستوى العالي يعني نتكلم بكل امانة ايه الفرص اللي راح بيها المنتخب التونسي أنا مش فاكر فرص كتير يمكن عندنا مشكلة الغد دلوقتي في الكرات العرضية الكرات السابتة ما زالت قافة الكرة المصرية رغم وجود لعيبة بتلعب بدمحة كويس قوي زي حجازي والوين شوية واوية ولكن ما زلنا عندنا مشكلة في الكرات السابتة فطبعا زي ما بقولك المشكلة أنك تفقد هويتك المشكلة أنك تفقد شخصية المنتقب المصري في أوقات كان لازم في اعتقاد الشخصي خاصة مباراة تونس كان لازم تفرض فيها شخصيتك لأن احنا كمان بنبص لقدامي هل شعرتها كابتن هاني من خلال مباراة المنتقب المصري أن احنا لنا الشخصية دي اللي بتتكلم عليها الشخصية في الكرة اللي معروف بها أي منتخب أنا لم أجل لمصر أو لمنتخب مصر هوية وشخصية معروفة في المباراة الأربعة وباستثناء مباراة أنا مش عايز أتكلم عندها كتير وقف عندها كتير مباراة السوداني اللي كل بيتكلم عليها منتخب ضعيف أنا أسف كلمة ضعيف يعني أقل من الضعيف بدليل نتائجه مع كل الفرق البطولة حتى لبناني اللي هو أضعف من مصر والجزائر تغلب عليه بهدفين برضو في المباراة الأخيرة بينهم إذن ما نقيمش على مستوى منتخب طب إيه اللي يعمله كروش في الفترة اللي جاية طبعا ده السؤال يعني خلينا اللي فات فات أكيد يتعلمنا دروس كتير جدا لكن في اعتقادك ما هو يعني إيه المفروض يعمله كروش في الفترة اللي جاية علشان أولا مهم جدا أن المنتخب يبقى عنده ثقة في نفسه والجماهير يبقى عندها ثقة في الجهاز الفني لأن زي ما بقولك اللي جاي أصعب اللي جاي عندنا بطولة قوية جدا البطولة الأفريقية وبعدها عندنا طبعا المباراة الحسمة للوصول لكاس العالم إيه المفروض يعمل لكروش الفترة اللي جاي أول حاجة كابتل لازم يبقى فيه سكواد لمنتخب مصر سكواد معروف بالبودلة هما دول زي أي منتخب في العالم هي دي مجموعة المنتخب بتاعتنا خلاص انتخدت الفرصة هي كبيرة جدا في البطولة بطولة كويسة جدا أنا شايف رغم كل الانتقادات دي دي كانت فرصة كويسة جدا قدام كروش بطولة مفيدة طبعا جرب عدد كبير جدا من عناصر الظروف تحتمت عليه في البطولة دي أو فرضت عليه في البطولة دي غياب لعيبة بيرامدزو نادي المصري برضو فيها عناصر مميزة منهم بتنضم للمنتخب غياب المحترفين عندنا يعني احنا لو بصنا اول حاجة لسكواد مصر احنا عندنا فيه اربع لعيبة كده اساسيين غايبين بالاسماء محمد النني احد العناصر القوية جدا في نص الملعب وعندنا خط الهجوم بالكامل غايد خط الهجوم الاساسي بتاع منتخب مصر المكون من مرموش ومصطفى محمد رأس الحربة ومحمد صلاح في جاة اليمين او لو جبنا مكان مرموش محمود حسن ترزيجي اذا نقبنا خط الهجوم بتاعي بالكامل غايد مع احترامي لكل العناصر الموجودة دي الفترة الجاية يعني عناصر منهم قليلة جدا هتقبأ بودلاء كمان يعني لو مش كلهم هيتاخدوا طبعا هيبأ واحد او اتنين من العناصر اللي شفناها في بطول الكاسة العرب هيبأوا موجودين معاه كبودلاء انما الخط الهجوم الاساسي المنتخب مصر الاساسي والبديل غالبا هيبأوا محترفين في خط الهجوم يعني لو اتكلمت على رأس الحرب انا عندي اتنين متقلقين جدا في اوروبا مصطفى محمد واحمد ياسر ريان ابن النادي الاهل بيجانب محمد شريف كمان بيجانب محمد شريف طبعا يعني احمد ياسر ريان حضراخ متابع طبعا للتقلق اللي هو عليه دلوقتي في الدور التركي تريزيجي رجع ولعب مع شباب أستون فيلا وجاب هدف جميل جدا ورجع وبقى جاهز فبقى عندي مرموش حاليا وبقى عندي تريزيجي بقى ممكن دلوقتي يستفيد بمرموش زي ما بيلعب في شتوتجرد يرجع ولرسلنا الحربة ممكن يستفيد بيه في المكان ده المكان ده برضو واضح ان مصر اللعيبة اللي فيه برضو أكادت ما قدتش المأمول منها فترة الفاتر بالنسبة جميلة مرموش كمان على مستوى متابعه في البوندس ليجا عنده ميزة كويسة انه ممكن يلعب يعني ليفت وينج يلعب وينج شمال وبيأديها بشكل أكثر وعدها مع المنتقب المصري كمان بيلعب سترايكر وبيلعب كمان تسعة ونص تحت رسل الحربة بقول الحراك انه عنده يعني العيب متميز جدا بيدي له خيارات كتير بجانب ان كروش الفترة الجاية هو نفسه وتصحات الجهاز الفني لسه برضو بيبص على العيبة اللي برة هو الراجل مؤمن تماما بفكرة المحترفين وانا بقولها ان معظم العناصر بتاعت المنتخب المصري مع كروش هتبقى محترفين لو فيه يعني هو دلوقتي أقرب حاجة بيرقبوه برضو بيرقبوه انا بقول لها الجمهير النجم أحمد حمدي نجم نص ملعب النادي الاهلي واللي طلع دلوقتي محترف وخد بطولة البطولة في كندا مع فريقه بيقدم أداء متميز جدا بيرقب كذا العيب صغير بيلعبه في تركيا وألمانيا من مصر حاليا هو الراجل من التجربة دي عايز برضو يوصل للأساس بس أنا بقولي ان خلاص ما فيش وقت دلوقتي قدامك بطولة أفريقيا خاصة لو أقيمت في المواد بتاحها الشهر الجاي وان كنت يعني من وجه نظر الشخصية لمستبعد ده يعني فيه صعوبات كتير بس لو قيمة البطولة خلاص انت لازم دلوقتي في الفترة دي وبعد بطولة كاس العرب والتجربة الكبيرة الخمس ماتشات اللي لعبتهم والسادس هايبقى ماتش الثالث والرابع لازم تكون انت وقفت دلوقتي على سكواد منتخب مصر بإضافة المحترفين لازم تعرف مين العناصر اللي هتقدر تحقق لي هدفي النقطة الثانية لازم يقبل مصر زي محرك قلتها كابتن شخصية لازم يقبلية جمل هجومية معينة احنا كنا بنقول كابتن الجهري الله يرحمه كان كذا الفولات بتتلعب بطريقة معينة اللي عيب بيجري زي ما شفنا في كاس أمم أهداف معينة يعني بعض الجمل المحفوظة لازم يقبل مصر لها حاجة انا مش شايف اي حاجة لمصر يعني مش شايف اي حاجة انا تقريبا بيلعب كروش اللي شفنا في المبارات انزل وزي ما تيجي معنا انت عارف اللي مزعل الناس ايه زعل بعض الناس لانه كان في ايدينا ان احنا نظهر بشكل افضل لو بس زي تاني بلغة الكرة كده عددنا الملعب شوية وزي ما انت قلت انك بتوظف كل العيب في الحتة بتاعته انك لو عندنا خط وسط اكتر من رائع وجود طبعا عمر السولية وجود حمدي فاتحي عندنا كمان بدائل على مستوى مثلا حسين فيصل بتتكلم على مهند فكل دي عناصل لكن كل واحد في مكانه احمد رفعت علامة السفام كبيرة جدا بينزل المباريات بيقدي بشكل اكتر من رائع بيحرز اهداف وما بينزلش المباراة في الوقت اللي فيه كمان حسين فيصل ما كانش قادر في الشرط الاولاني فدي كلها علامات استفاهم نتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية نكون الاستفادة على مستوى توظيف اللعيبة بشكل افضل كابت المدرب منتخب تونس بعد المباراة في صحاته قال انا ريحنا ما طلع افش طبيعي طبعا كلنا استغربنا اول تصيح قاله انا ريحني طلع احنا عادينا بنتفرج بنقول هيطلع مروان حمدي وهيطلع حسين فيصل بزبط وهيعمل تغييره في الملعب وينزل احمد رفعت وشريف وشريف يخش قدام ما كان مروان اتفاجئنا بحاجات تانية خالص وصمى فيصل لنازل وفي اسرار عجيب يعني مع احترامي لكل لعب تقدير في اسرار غريبة على بعض اللاعبين في بعض المراكز انا مش ممكن في اي دولة في العالم الكلام ده تقوله ان انا بعندي هداف الدوري بتاعي وهداف البطولة ومختاره العالم كله مختاره ضمن افضل خمسين لعب في العالم في الهداف زي محمد شريف وانا مبلعبش بيه يعني صحيح لازم كروش يجاوب على الاسئلة دي بعد البطولة احنا مش نتكلم طبعا مش عايزين نتكلم برضو كتير بشكل جامع لان لسه فيه مباراة مهمة يوم السبت هنتكلم على مباراة طبعا مصر وقطر وكمان مباراة يعني مباراة كمان الجزائر وقطر في النصف النهائي التاني كان اظهرت مدى قوة المنتخب القطري بشكل كبير جدا لكن لو ما حضرين كمان ارقام مباراة مصر وتونس كمان نشوفها لان زي ما بقولك نتيجة واحد سفر يعني زي ما بقولك ما كانش عندنا خطورة واضحة على محمد الشناوي في بعض الكور السبتة ممكن كان فيه بعض الخطورة لكن خطورة كاملة خلال المباراة ما كانش فيه دي الارقام طبعا لفوز المنتخب التونس 1-0 نسبة الاهداف المتوقعة كانت قريبة للمنتخب التونسي كانت أفضل سنة طبعا مصر 1.1 لتونس 1.6 نسبة الاستحواز تقريبا قريبة 45 منتخب المصري 55 لتونس التمريرات المنتخب المصري مرر 387 تمريرة بنسبة 81% المنتخب التونسي 481 تمريرة بنسبة 83% كلها ارقام قريبة جدا التصويبات على مرمى مصر 8 تصويبات منها 3 ما بين القائم والعرضة المنتخب التونسي 11 تصويب makeup ما بينهم 3 ما بين القائم والعرضة عرضيات كانت للمنتخب التونسي كثيرة جدا 23 عرضية مقابل 9 للمنتخب المصري وكمان الركنيات كان 10 دربات ركنية للمنتخب التونسي مقابل ركنية وحيدة للمنتخب مصر رغم الأرقام بتتكلم أن فيه توازن شوية أو فيه تقارب في المستوى على المستوى الهجومي يعني نقدر نقول المنتخب التونسي كان أفضل سنة لكن ما كانش فيه خطورة واضحة على المنتخب المصري وده خلي بالك لو نتكلم على إيجابيات والسلبيات ما ظهر على المستوى الدفاعي للمنتخب المصري خلال البطولة لا بأس يعني في التقاط الشخصي جيد جدا عندنا مشكلة وحيدة في الكرات السابتة والكرات العرضية المشكلة الأكبر على مستوى الخط الهجومي هو ده المشكلة الكبيرة وزي ما أنت بتقول توظيف اللعبة في أماكنها طبعا هيعدل شوية الشكل داي طيب أولا شفت مباراة قطر والجزائر ازاي أقوى مباراة في البطولة حتى الآن يعني شفناها بعد مباراة مصر والجزائر اللي كانت قوي جدا حقيقة المنتخب الجزائري بيفرض أداء رائع جدا في كل مبارياته بيانال احترام العالم كله بيتكلم عن مبارياته حتى المباراة اللي لعبها مع المغرب كانت مباراة قوية جدا جدا يعني المباراة تقريبا يعني قبل بتاعتين باريح ممكن نقول إن هي الأقوى في البطولة عملوا مطشي قوي جدا في قطر عندها منتخب قوي جدا هيتعبنا وهيرحقنا هنتكلم في ده يعني مباراة صعبة جدا اللي بتنتظرنا قدام قطر فعايز أسألك طبعا كلنا كنا بنشيد بالتحكيم في هذه البطولة على مستوى كبير جدا جدا لكن كان فيه في دور النص النهائي كان فيه بعض المشاكل على سبيل المثال حتى مباراة قطر والجزائر كان فيه الحكم حسب وقت إضافي مبالغ فيه جدا جدا ويمكن بعض وسائل الإعلام حتى على مستوى العلام اتكلمت إن 19 دقيقة وقت بدل ضائع ده رقم رقم قيازي يعني لو تقدر تفهمها لنا أنا مش فهمها حتى الآن إزاي يعني هو حسب 9 دقيقة وده كان رقم مبالغ فيه لأن احنا كنا بنشوف المباراة ما كناش يعني بعيد عنها شايفين المباراة وشايفين الوقت اللي ضاع فيها اديني 5 دقيقة ماشي يعني لو قال 5 دقيقة في الشط التاني من المباراة مع التغييرات لأن كل تغييرها هيحسب له نص دقيقة تغييرات الفريقين مع الكلام ده هقول 5-6 دقيقة هيحسبهم أه مبلوعة إنما 9 دقيقة كانت كتير قوي بعد كده اتفاجئنا مع 9 دقيقة أنه بيلعب للدقيقة 18 هدف بيجي في الدقيقة 16 من ضرب الجزائر من ضرب الجزائر للجزائر طبعا في الدقيقة 18 يعني أنا أعتقد أنه نسي تقريبا وافتكر أنه بيلعب الشط الأضافة الأول حقيقة طبعا كانت مباراة مطيرة جدا لكن تعالوا برضو مع بعض نشوف الأرقام ديت أرقام مباراة قطر والجزائر اللي أنا يعني شفتها من أفضل المباريات على مستوى التحدي على مستوى التموحات على مستوى يعني الإسرار لأن المنتخب كمان القطري كان متأخر وجاب جون في آخر الدقيقة وفي الدقيقة طبعا 19 في الوقت البدل الضائع المنتخب الجزائري بيفوز بضرب الجزائر طبعا جزائر 2-1 استحواز كان لصالح المنتخب القطري 58% مقابل 42 للجزائر التصويبات على المرمى 12 المنتخب الجزائري منها 5 ما بين القائم والعرضة 10 لقطر ما بينها 2 ما بين القائم والعرضة هنأخذ من الأرقام دي برضو إيهاب عشان نتكلم على مباراتنا مع المنتخب القطر ركنيات 8 لصالح الجزائر 3 القطر الكروت الصفرة 3 للجزائر 1 للمنتخب القطري وما فيش كروت حمرة خلينا نتكلم طبعا كان المنتخب القطري ظهر في البطولة بشكل جيد على مستوى المجمعات كان حق طبعا العلامة الكاملة في 3 مبارات بتسعة نقاط كمان على مستوى دور طبعا 8 ودور قبل النهاية من المنتخب ايه أهم ما يميز المنتخب القطري منتخب القطري منتخب بيعتمد على مجموعة من اللاعبين سراع جدا بيتميزوا بالسراعات منتخب القطري الأقوى يكون في البطولة حتى الآن ماشي بنتاج بيحقق أهداف كبيرة جدا في مباراته حتى مبارات دور الثمانية المفروض مبارات دور الثمانية والمبارات دي ما ينتهيش بالنتاج دي قدر يكسب قطر الإمارات بخماسية نظيفة يعني كانت نتيجة كبيرة جدا في درب الخليج زي ما بيقولوا بينه بين الإمارات عنده مجموعة كابتن قدام يعني مميزة جدا وورا وفي نفس الوقت عنده في كل مجموعة بس أنا عايز أتكلم على الأربع لعيبة معينين في الهجوم المميزة علي الهداف الخطير والموهوب أقرم برج المرأبة ده ما شاء الله يعني عليه جنبه وعليه تيكوف هاي والموهوب أقرم عفيف وطبعا حتى البديل الهجوم اللي بينزل محمد منتاري وخرخي بوعلام مجموعة لعيبة قوية جدا يا كابتن مجموعة لعيبة قوية جدا بيعملوا شغل عالي جدا وحتى وراء الظاهير اللي عجبنا جدا عبد الكريم أفضل لعب في أسيا الموسم السنة لابل الفاتت يعني فرقة فيها عناصر كتير كويزة جدا عندهم حارس مرمى زي ما شفتها كابتن متميز تصدر رحلة الجزاء بس طبعا الفلو المتابعة قدر تاني يسجلها البلايلي إنما هو حارس مرمى ومتميز بيقرأ كويس وشايف ويعينه رايحة كتير ومنتخب الجزائر مش منتخب سهل يعني مش منتخب سهل أبدا أنك تقول الجزائر زمان لو كنا نقول الجزائر وقطر يقولك الجزائر هتكسب ستة سبعة إنما لا قطر إنبارح قطر ندي قوي جدا فريق قوي جدا فريق كان مرشح بقوة للاقب البطولة فهو فريق تعالى كمان يهاب يعني فريق الإعداد ما حضر لنا كمان مشوار المنتخب المصري والمنتخب القطري قبل طبعا مبارات طبعا تحديد المركز الثالث والرابع يوم السبت اللي جاي طبعا مصر طبعا الاثنين عدد مباريات خمسة الفريق القطري فاز أربعة الفريق المصري فاز في ثلاث مباريات وكل فريق له هزيمة واحدة وتعادل وحيد للمنتخب المصري ما فيش تعادل للمنتخب القطري هو لعب خمس مباريات تسب أربعة وتهزم مبارا واحدة أمام المنتخب الجزائري عدد الأهداف للمنتخب القطري 12 مصر 10 طبعا الأهداف المنتخب المصري عليه ثلاث أهداف والمنتخب القطري بنفس الرقم طيب هنروح لفاصل سريع طبعا وبعد الفاصل إن شاء الله لنا تكمل وحوار رائع مع طبعا النقض الرياضي إيهاب الجنيدي أهلا بحضراتكم مرة تانية إيهاب لسه في طبعا فعاليات كاس العرب قطر 2021 وبنتكلم على المباراة النهائية ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب القطر هنتكلم يعني البطولة دايت من بدايتها كان بعض الفرق قالت إن إحنا هنروح بالصف الثاني على مستوى المنتخب السعودي على مستوى المنتخب المغربي كمان على مستوى المنتخب الجزائري بعض الناس تقول لك لا المنتخب الجزائري عناصر كتيرة فيها موجود الوقت يبتلعب بصفة أساسية لكن وجود كمان عدم وجود جمال بالماضي طبعا المدير الفني للفريد أول ليه المنتخب الجزائري متغيب ولكن العلاقة مستمرة ما بين المدرب ما بينكو سيء مدرب المحترفين المحلين شايب منتخب الجزائر هو دا المنتخب الأساسي أو فيه عناصر كتيرة غايبة عن المنتخب الجزائر طيب عايزين نقول لك كابتن هاني إن الناس معتقدة بعد اللي شفيته لإن أسماء نجوم كبيرة ومعروفة في منتخب الجزائر المنتخب اللي بيلعب قدامنا دا فيه لعبين تقريبا من الفرقة اللي بتلعب أساسية مع الجزائر تقريبا يعني وأحيانا ما بيلعبوش فيه أسماء في منتخب الجزائر اللي كان بيقولك اللي منتخب الجزائر فيه الإمكان وقابلناه وكذا مش يجدر حاجة لأ بس فيه أسماء مرائبة في منتخب الجزائر على سبيل المثال هقولك مجموعة من الأسماء طبعا أهم شيء المدير الفني مش موجود زي ما حصل يعني زي ما حصل في منتخب السعودية لما مجاش المدرب الفرنسي هيرفي رنارد وبعت المساعد بتاعه مع الفرقة لأ إحنا عندنا في الجزائر طب نشوف من في الجزائر رقم واحد رياض محرس نجم الكبير لمنشستر سيتي غايب عن البطولة عندنا أدم والناس اللي مقصر الدنيا في فرقة نابولي وكل كلام فرق كبيرة بتتكلم عليه في أوروبا عندنا رشيد غزال نجم بشتكاش عندنا أحد أمهى اللاعب خط الوسط في إنجلترا وفي الدور الإنجليزي سعيد بالرحمة اللي عامل موسم هايل جدا مع واستهام نكمل في إسلام سليماني الفرود الأساسي اللي الناس بتقول هو بيلعب أساسي على بغداد بنجاح يعني بغداد بنجاح ما بيباشر فرود الأساسي بيلعب أحيانا ولكن أساسي عندهم إسلام سليماني نجم ليون الفرنسي واللي خاد تجربة طبعا كبيرة جدا وخاد دور إنجليزي قبل كده مع الإستر سيتي مع السعالي بولي مسيرة رائعة في أوروبا أهم من دول كلهم في اعتقادي معلم نص الملعب عندهم النجم الكبير جدا إسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي واللي عامل شغل عالي جدا نروح برضو لعيبة عندنا يوسف عطال في نيس النجم الكبير عندنا رمي بن سبعيني أحد أبرز نجوم بروسيا بروسيا دورتمود النجم الكبير في بروسيا دورتمود عندنا فوز غلام في نابولي مع أدم والناس عاملين سنائي رهيب الاتنين وهدف عايزة أقولك الفترة الجاية لأن ده كتير فوز غلام برضو في نابولي عامل شغل عالي جدا عندنا في خط الدفاع حتى المدافع زي ما بنقول كده العنصر القوي جدا بتاعهم اللي غايب عن البطولة عيسى مندي نجم فياريال اللي بيلعب في دورة أبطال أوروبا وفي الدولة الأسباني معهم واضح أن الأسماء كلها أسماء مميزة جدا أسماء معروفة لنا كلنا لو اكتمل المنتخب الجزائري آه منتخب إذا كان منتخب ما بينك وسين منتخب هنقول عليه منتخب المحليين بهذا الأداء وهزير الروح وهزير القوة فاعتقاد الشخص كمان المنتخب الجزائري بكامل عناصره زي ما طبعا إيهاب تكلم هيبقى منتخب قوة جدا وإحنا عندنا غيابات ما في الشك دعما بنتكلم على أكيد محمد صلاح عنصر مهم جدا بنتكلم على النيني بنتكلم على تريزيجيه طبعا بعد عودته بألف سلامة هيكون إن شاء الله متواجد عمر مرموش عندنا مصطفى محمد ومصطفى محمد أكيد يعني خلينا نتكلم مش ننسبتش للأحداث لكن دايما برضو المنتخب المصري ده اللي كنا عايزين نكسبه من خلال بطولة أن يكون ليه شخصية ويكون ليه هوية عشان ما هو أقادم طيب الروح والعزيمة كابتن الروح والعزيمة احنا شبناها بصراحة منتخب مصري اسم مرعب شوف رغم الأسماء دي كلها أي فرقة في أفريقيا والعرب بتيجي تلعب منتخب مصري في ألف حساب بيقابلوا منتخب مصري خايفين وده نقطة لازم نستغلها لازم نبني عليه لانت بتلعب منتخب مصري منتخب مصري التاريخ بتاعه عليهم كعب وعالي وعمل انتساكت وعمل شغل كثير على كل الفرقة تقريبا على أغلب الفرقة الأفريقية وهو سيد أفريقيا بسبع بطولات فالمنتخب المصري تاريخ كبير جدا لازم النقطة اللي حضرها قلت عليها المهمة جدا لازم يقبالينا شخصية منتخب المصري شخصيته كذا أحد المنتخبات يبقى أحد المنتخبات دايما المرشحة ما نخشها يبطول احنا دايما بمرشحين اللي بطولة بس لازم نسبة ده مش مجرد أن منتخب مصري داخل بإسمه لا يعدش حد بيلعب على الإسم لازم يبقى عندنا ودائما يقولك التاريخ خلاص التاريخ ده في الماضي لكن انت ليك الحاضر ولازم تتعامل من المنطق ده انت ليك تاريخ طويل جدا الناس أكيد بتحترمه لكن شغلك في الحاضر هو اللي بيرسخ فكرة ان انت عندك تاريخ وكمان على المستوى الحاضر انت كمان فريق قوي جدا طيب نتكلم على انت شايف الميزان لصالح مين في المباراة النهاية شفنا المنتخب التونسي بيحقق طبعا فوز على مصر وشفنا المنتخب الجزائري في مباراة صعبة جدا أمام المنتخب القطر مباراة نهاية شايفها زي هي مباراة صعبة كابتن بغض النظر اللي شفناها من المنتخب تونس لو انا هقول اللي قدموا المنتخب ده فأنا هتوقع فوز منتخب الجزائر في المباراة النهاية ولكن درب شمال أفريقيا اي مباراة درب شمال أفريقيا زي ما شفنا المغرب والجزائر مصر والجزائر مصر والمغرب مصر وتونس المباراة دي بتبقى صعبة جدا يا كابتن المباراة مش هتخلص بنتيجة كبيرة انا بقولها لك من دلوقتي مباراة تبقى فرق هدف زي ما حصل مع مصر كده أو تونس أو فرق اتنين واحد حاجة كده يعني دايما ندر بشمال أفريقيا فرق شمال أفريقيا مبارياتها مع بعضها صعبة صعبة جدا وبيعملوا حساب لبعض وكل فرق فيهم حافظة تانية جدا ومنتخب تونس أحد يعني النقطة المهمة اللي عايزين نقولها منتخب وديا حذرا ده حصل معه في بطولة أفريقيا لو تفتكر يا كابتن منتخب تونس أحد المنتخبات اللي بتعلق مع البطولات بتعلق أو مع البطولات يعني هو بدأ بشكل سيء في بطولة كاس العرب ما كانش فرقة حلوة وخسر من سوريا اتنين في مفاجأة كبيرة ولكن بعد كده من مباراة المباراة الفرقة بدأت تعلق بدأت تخش أجواء البطولة وتعلق ومستوها من مطش للتاني بيعلى فأنا أتوقع أكون مباراة صعبة مباراة طبعا نجد صعبة ولو تكلمت على غيابات كثيرة جدا على مستوى المحترفين في المنتخب الجزائري منتخب التونسي لا يغيب عنه الكثير يعني يمكن ثلاث أربع لعيبة غايبين وبالتالي هو ده القوام الثمانين سبعين في المية هو القوام الأساسي لمنتخب التونسي هو خص اللعب مهم جدا في مطشنا كابتل ناسير مرياح جالوا رباط صليبي يعني نتمنى له الشفاء ولكن هو خسارة كبيرة لنسير مرياح من أفضل اللعيبة عندهم في الخط الخلف صحيح صحيح طيب نسيب بقى الكاس العرب ونروح للبريمير ليج بريمير ليج مولع مش مولع حتى على مستوى الأداء والفنيات والأهداف طبعا لكن كمان هنتكلم في نقطة مهمة جدا بدأ البعض الألأ في ظهور بايروس كورونا على لعبين كتير جدا في البريمير ليج لكن خلينا نتكلم على يمكن المباريات في هذا الأسبوع للبريمير ليج ويمكن للساعة عشر في مباراة طبعا لنجمنا محمد صلاح لبرطول أمام نيو كاسل شفت الجولة دي ازاي السرعة مستمر يا كابتين بين سلاس القمة خلاص لعبة الكراسي الموسيقية اللي احنا بنشوفها بقالنا كذا أسبوع بينهم شيلسي منشستر سيتي ليفربول غالبا خلاص يا كابتين يتبقى فيه إجماعة حتى في مكاتب المراهنات في أوروبا إن لقب الدولي الإنجليزي السنة دي بين التلات فرق دول يعني خلاص هم بيعدوا شوية كمان عن اللي بعد كده وحتى المركز الرابع دلوقتي كل الكلام عليه بيقول لك مين هيخش مع دول دولة أبطال أوروبا المسم الجديد صحيح يا ترى أرسنال يا ترى وستهام يا ترى منشستر يونيتد برضو التلات أسماء اللي وطوتنهام معهم من بعيد شوية التلاتة دول ولكن اللي بيعلى فيهم قوي قوي الفترة اللي فاتت أرسنال أرسنال صورة مغيرة عن بداية البطولة وسوق حظ بيصطفه في مباريات بيخسارها بفرق هدف ومباريات غريبة كما بخسارها كده نتكلم على أرسنال كمان كان فيه مباراة دير في هذه الجولة الجولة السبعتاشر من الفريمير ليج لكن كمان كان فيه مباراة رقم يخده يمكن كان فيه ريكورد سلبي لفريق ليدز طبعا والهزيمة بسبع أهداف أمام المان سيتي شبت المباراة الزي أنا مش عارف الحقيقة كابتن إيه اللي حصل لفرقة ليدز ومويتد زي ما حركتها باعتها السنة اللي فاتت كانت طالع من أفضل الفرق فرق الإنجليزي عودت وكان فيه احتفالات كبيرة طبعا ليدز ومويتد السادة الجماهير أكيد عارفين أحد أعرق الفرق في إنجلترا فرق تاريخ كبير جدا معهم مدرب يعني أحد أبرز مدرب العالم أسطورة طبعا طبعا أسطورة مش أن أقول يعني مدرب البريمير ليج أو مدرب الدولة الإنجليز لا ده أسطورة عالمية بيلسا بيلسا مدرب مشهور جدا استمر معهم الموسم ده ولكن الفرق نهارت الموسم ده بشكل غريب يعني لازم يبقى فيه وقفة من إدارة نادي ليدز وينايتد في المركات والشتوي المقبل ده يشوفوا الفرقة عايزية يشوفوا إيه الأماكن اللي وقعت في الفرقة لأن فرقة ليدز وينايتد صورة مغيرة تماما عن اللي ظهرت عليها الموسم اللي فات الهزيمة بسبعة دي كانت زلزال جوه النادي الصحف الإنجليزية يعني كان فيه هجوم كبير جدا من الجماهير ومن الصحف على اللاعبين وانتقاضات لللاعبين والبعض طالب بتسريح الفريق بالكامل والبحث عن اللاعب بفريق الشباب أو فريق الريديف في ليدز وينايتد لأن النتيجة 7-0 في البريمان ليج نتيجة تقيلة جدا صحيح كمان على مستوى بيب جارديولا كمان على المستوى الأداء الرائع اللي بيأدينه طبعا مع المان سيتي سبع أهداف وكان ممكن الغلة تزيده كمان يعني طبعا جارديولا هو مختير كأفضل طبعا مدير فني في شهر نوبمبر في البريمان ليج شايف أداءه مع المان سيتي أكيد عنده عناصر كبيرة جدا جدا من اللاعبين وقادر لكن بيب جارديولا على المستوى على مستوى التنافس مع يورجن كلوب على المستوى التنافسي مع تخل انت شايف مين اللي نفسه أطول شوية من التلات مدربين دولا جارديولا جارديولا يثبت من جديد أو يعني كل موسم يعني اللي قابليه يثبت أنه مدرب كفقة جابت لأنه هو سبشا الوان وليس مورينيو هو رقم واحد في العالم الفرقة بتاكد لعيبة مهمة جدا الفرقة بيرحل عنها الهداف الاسطوري بتاعها كوناجويرو وبرضو فرقة منشستر سيتي زي ما هي نفس الشراسة الهجومية نفس القوة الهجومية بيمشي عناصر بيجيب عناصر جديدة بتظهر عناصر جديدة فران توريس لعيب هايل هايل المسم ده ومبدع مع الفرقة جيسوس بيظهر بشكل بعد ما كان ما بيشاركش كتير لا بيشارك وبيانش ما شاركش المبرالي فات لو كان كان مام موجود كان ممكن بيشاركش كتير بس ما بيتم بيشارك بياذهر بشكل كويس جدا برضو لازال نجمهم الأول برضو رحيم ستيرلينج رغم الجدل حول مستقبله قاعد ماشي ولكن بيبجوار ديولة مدرب بيعرف يتعامل بالقماشة اللي عنده بيعرف يشتغل بها كويس أوي ويعمل بها شوية تعال نشوف برضو أرقام مباراة طبعا ليتز والمان سيتي في الجولة 17 من البريمير ليج أرقام كبيرة جدا جدا لصالح طبعا المان سيتي أهداف سبع أهداف لمان سيتي زيرو طبعا سبع سفر طبعا الفرص اتناشر فرصة للمان سيتي بحقق منها سبع أهداف في المقابل فرصتين فقط لليدز طبعا لم يحقق منهم أي هدف الهداف المتوقعة هاب تلاتة بوينت يعني تلات تقريبا تلاتة ونص رقم كبير جدا مقابل طبعا زير بوينت سري لليدز نسبة الاستحواز ستة وستين مقابل أربعة وثلاثين بتكلم على التمرات الصحيحة بنسبة اثنين وتمانين لليدز واحد وتسعين في المية للمان سيتي التصويبات ولك هذا الرقم تلاتين تصويبا للمان سيتي في المباراة كمان ما بين القائمة العرضة خمستاشر يعني خمسين في المية وده رقم كبير بالنسبة لعدد التصويبات بتوصل تلاتين تسديدة فيه طبعا في المباراة رقم كبير جدا مقابل ست تسديدات لليدز يونيتد منهم تلاتة ما بين القائمة العرضة عرضيات تمانية سيتي أربعة لليدز يونيتد رقنيات ستة من سيتي مقابل رقنيتين لليدز يونيتد أرقام كبيرة وأرقام تدل على اتساح كامل للمباراة يعني بتدل يا كابتن أن جورديولا لازال وافي للتيكي تاقة اللي بدحها في العالم مع برشلونا لازال وافي للأسلوب ده عندنا بتشوف الحراك بتول تمن عرضيات فرقة جايبة سبع هدف في تمن عرضيات وده بيقولنا أنه ما بيعتمدش على طريقة اللعبية ما بيعتمدش خالص على العرضيات والكرسات العرضية من اليمين والشمال لا جورديولا وافي للأسلوب التكي تاقة أسلوب التمريرات القسيرة قدام منطقة الجزائل الاختراق من العمق إزاي وصل بيها مع لعيبة مهارية جدا مع لعب عبقري اسمه دي بروين بيحرك الفرقة بشكل رائع ودهن به عناصر بتقدر في الاختراقات سريعة جدا ستيلنج خاصة رياض محر زيما بيشارك وينزل رياض قدم مبراجعة هذا جدا طبعا خد كمان مان اوف دا ماتش دي بروين مان اوف دا ماتش لكن على المستوى الإدارة الفنية كانت رائعة بيب جارديولا طبعا أفضل مدير فني في شهر نوفمبر في البريمير ليج وتعالوا مع بعض نشوف لأيه بعد الفوز الكبير على ليدز يونايتد 7-0 نعم قدمنا عملا جيدا خسرنا خمس نقاط الموسم الماضي أمام ليدز ولن ننسى ذلك وبنفس اللاعبين ما عدا جاكت جريليش نعم فوزنا لقد كانت مباراة جيدة وكذلك المشجعين لقد امتلأ الملعب واللاعبون يشعرون بذلك والشكر لهم جميعا لقد كان العرض لهم ويستحقون ذلك بالنسبة لكيفين دي بروين لقد تمرنا منذ اليومين الماضيين لم يكن في المستوى الفني المطلوب خلال مباراة وولفر هامتون لكنه لعب وليس من السهل العودة من مقاعد الاحتياط لقد لعب جيدا وتمرنا أيضا جيدا مثل هذه المباريات تكون عادة مفتوحة لقد لعبوا بعدة لاعبين في الهجوم وفي جوانب الملعب وفي الوسط كان كيفين دي بروين هو الأفضل في بعض الأحيان تعاني عندما يدافع الفريق الآخر وتكون المراقبة مستمرة نأمل أن يتمكن الآن من المحافظة على ليقته لمدة أطول نعم نحتاجه نحتاجه طبعا وبيب جارديولا بيتكلم على النجم الرائع النجم البلجيكي دي بروين وقده طبعا يتمنى جارديولا يعني عدم إصابة لأنه في فترات كثيرة جدا كان غائب عن المين سيتي ولكن وجوده في أرضية الملعب بتدي يعني روح كبيرة جدا وقائد للفريق وكمان هداب بشكل كبير زي ما اتكلمت أهاب طبعا دي بروين من أفضل لعب العالم في وسط الملعب بلا جدال أحد أبرز اللاعبين في العالم هو خد الأفضل لعب وسط يعني الموسم ده من الاتحاد الأربل للإحصاء اختاروا أفضل لعب وسط في العالم وكمان جارديولا بيتكلم أنه هو يعني بيكون دايما سعيد بوجود طبعا دي بروين في حالة أنه سليم في المية مية في المية الفترات اللي فاتت كان فيه إصابات متعددة يعني الموسم اللي فاتها كابتن رغم فوز منشستر سيتي بالدوري الإنجليزي إلا أنه خسر دي بروين في فترات كبيرة وفي الفترة اللي فاتت برضو خسره فترات كبيرة حتى بلجيكا لو نفتكر يا كابتن كاس أوروبا كانت فقدت دي بروين في بعض المباريات المهمة جدا ليه كانت فترة إصابات لاحقت به وأسر الكثير على المسايا ولكن هو في الفترة الأخيرة بيرجع بشكل جدا لعيبة كابتن عنده رؤية لعيبة يحرك لك الملعب كله بتمريرات سحرية وهو ده اللي دي بروين روناكو اللي دي بروين اسمه في العالم كله صحيح طبعا كان فيه هزة كبيرة جدا على مستوى ليدز يونايتد هزيمة يعني تاريخية طبعا وهزيمة أمام المان سيتي بسبع أهداف بلزا الأسطورة الأرنطية مدرب كبير جدا على مستوى السبيع كمان خرج مدربين كبار جدا لكن بيمر بأزمة شديدة جدا مع ليدز يونايتد نشوف قال ايه بعد المباراة طبعا والهزيمة برقم كبير سبع سفر أمام المان سيتي هذا هو أسوأ عرض بالنسبة لي في خلال الأربع سنوات التي قضيتها هنا لم نتمكن في أي وقت من المباراة لإحداث توازن ما حدث هو أن كل محاولة لهم لم نفلح في صدها وكل ما حاولنا لم ينجح في تخطي وسط الملعب يجب أن تشاهد ما يحدث في وسط ملعبه لم يحدث شيء في وسطنا أقول لك ما رأيته هذا كان كلام من بيلزة التبع المدير الفني ليدز يونايتد واضح جدا الخط ده كمان معترف بالواقع أنا ما كناش بنعد نص الملعب يعني المدرب هو معترف باللي حصل في المباراة بيقوله شوف نص الملعب بتاعهم عمل إيه وإحنا ما كناش بنعدي نص الملعب وأسوأ مباراة ليه مش بالعكس لن مش قال الموسم قال في الأربع سنين بتوعه اللي فاته في إنجلترا اللي هو قاد فيهم الفريق من الشامبينشيب للبريمالليج والموسم اللي فات قال دي أسوأ مباراة وده يدل النتيجة عاملة إيه اللي كنت بقوله الحراك إن فيه هزة كبيرة فيه زلزال في ليدزيونيتد إن دي هزيمة قيلة جدا لفريق عريق بحجم ليدزيونيتد لو نتكلم على الفرق العريقة في البريمالليج أجيد هنتكلم على الأرسنال والأرسنال تفتكر يا أب كان بداياته سيئة جدا جدا في البريمالليج وكان فيه اعتراضات وكان فيه غضب كبير على أرتيت المدير الفني لكن يعني سبحان الله تغيرت الصورة تماما ودلوقتي بيفوز بطبعا درب العاصمة أمام وستهام يونيتد 2-0 تمام أول حاجة لازم نقول إن وستهام كسي مين؟ كسب ليفربول وكسب تشيلسي خد بين الكمة اللي بيتنفسه على الكمة فرقة صعبة جدا الموسم ده معهم مدرب ديفيد مويز مدرب متميز مجموعة من اللعيبة زي ما كنا لسه بنقول سعيد بالرحمة ومجموعة من اللعيبة المميزة جدا في فرقة وستهام والفرود بتاعهم فرود أنتونيو ده فرود رهيب يعني يا كابتن فرقة مميزة جدا إن هي تيجي أرسنال العمل عليها مطش عالي جدا إدريكسة بتننصف وده بيخلينا نرجع لللي قاله جورديولا برضو جورديولا لما كان حراج بطول كده دلوقتي كان فيه في بداية الموسم صورة على أرتيتا قال لهم أنا عارف المساعد بتاعي كويس كان بدفع عنه وقال أنا بنصح إدارة أرسنال ما تمشيش أرتيتا ده حيث تصبروا على أرتيتا واتشوفوا شغلة عالي جدا من أرتيتا وأرتيتا بدأ يعمل ده دلوقتي أرتيتا على فكرة مدرب كويس يا كابتن بيبص عين وشايفها وكل اللعيبة بيعتمد عليها حتى شوفنا الفترة الأخيرة محمد النني خلاص بقى موجود في كل المباريات بينزل لا إما يبدأ به زي ما شوفنا في الكومة مباراة اليونايتد مباراة اليونايتد الماتش الكومة أو يخليه على مقاعد البودلاء زي الماتش اللي فات يعني بقى موجود في حساباته وبقى أما بينزل بيقدم على الفرقة أرتيتا بيقدم موسم كويس جدا الشهر اللابل اللي فات زي ما حرارك بتقول الشهر ده خدها بيب جورديولا كان أفضل مدرب كان هو أرتيتا لما عمل ثلاث انتصارات مع فرقة أرسنال متتالية بعد كده للأسف تعرض لهزمتين 1-0-3-2 في اليونايتد لكن طبعا الفوز ده خاصة ديربي بيفرق نتاج صعب جدا ولكن ديربي لندن ده واستهام واستهام فرقة عريقة جدا برضو في بريطانيا في لندن عندهم ده أهم ديربي ديربي ده موجود بينهم من أهم المباريات هناك يعني حتى زي ما بنقول هنا في مصر نقول أهلي وزمالك ده ماتش عندهم مهمة قوي يعني ممكن جميلون مصر مش عارف مش عارف ايه تقول انه ممكن نديربي ليفربول ومنشصة لا ماتش أرسنال واستهام نيم الماتشات القوية جدا في الدورة الإنجليزية الماتشات اللي عليها العيون اللي كل المدربين حتى الفرق التانية بيحبوا يشوفوها ويتابعوها ويشوفوا الماتش وصل لايه صحيح طبعا ارتيتا للمدير الفني للأرسنال من بعد طبعا يعني الغضب الكثير عليه والانتقادات الكبيرة في بداية الموسم أثبت في الأسبوع السبعة السبعة ويشوفوا أنه مدرب كبير وانتقل لأرسنال للمركز الرابع نشوف مع حضراتكم طبعا ارتيتا قال ايه بعد الفوز على واستهام 2-0 حسنا يمتلك الأجازيت الترتيب الثاني في حمل الشارة خلف أوبام يانج هو يتعامل مع الأمر بكل جدية والتزام كما رأى الجميع أنا سعيد مجددا بالأداء الذي قدمه هناك بوادر إيجابية بكل وضوح وليس ذلك فقط لكن في الطريقة التي يلعب بها الفريق أحرزنا بعض التقدم لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل علينا أن نعي ذلك يوجد لدينا بعض المطبات في طريقنا لكنني أعتقد أننا تعلمنا الكثير منها أولا لأننا تماسكنا معا بداية من إدارة النادي وكل أعضاء الفريق وطواقم العمل وأكبر مجاملة أشعر بها ويشعر بها اللاعبون بنفس الطريقة هي وقوف جماهيرنا خلفنا يحدث ذلك منذ مدة أن ترى التناغم بين الفريق والجمهور له تجربة فريدة أنا فخور بها مسابقة الدور ستنتهي في شهر مايو آيار المقبل لكن بكل وضوح نحن في مكان أفضل من ذاك الذي كنا فيه ونريد أن نكون في مكان أعلى لذلك علينا تحقيق الاستمرارية ندرك مستوى التنافس في الدور الإنجليزي لأنه قاس للغاية وما هو جيد اليوم غدا مختلف لذلك علينا الاستعداد للمباراة المقبلة طبعا بكل وقعية بيتكلم أرتيت ياهاب بيتكلم هو خلاص تعلم الدرس هو بيتكلم أننا كنا في حتة مع بداية الموسم ودلوقتي في حتة لكن كمان مش دين نهاية هو بيتكلم لسه الموسم هينتهي بشهر مايو والطريق طويل جدا وسعيد جدا بالتناغم ما بين الجماهير وطبعا مساندة الجماهير لفرقته في الفترة طبعا يا كابتن ونقطة مهمة جدا بيقولي أن الفريق ودي نقطة مهمة جدا لافعلها لأي مدرب بإسم المدرب يقول أن الفريق محتاج الكثير من العمل لسه الفريق قدامه كثير من العمل الموسم لسه طويل والفرقة نفسها عنده يقول أن لسه رغم التقضم الليollانة إلا أن الفرقة لسه محتاجة الكثير من العمل كثير من العمل لأن يا كابتن أرسن Central يعني الناس كلها عارف هرقاء أرسنال فرقة بطولة أرسنال ليس فرقة عادية في انجلترا أرسنال مش طبيعة الهدف من السيزن ده هو دور الأبطال اعتقد الحصول على مركز الاتفاق بين إدارة أرسنال و أرتيتا الموسم ده أهم حاجة بعد الموسم اللي فاتما حصل هو إنهاء الموسم ضمن المربع الزهبي للتأهل لدور الأبطال في الموسم الجديد وأعتقد أن أرتيتا لو تنماشي بالشكل ده قادر أنه يحقق ده طيب على مستوى طبعا وست هام يونايتد طبعا ديفيد مويس المدير الفني قال إيه بعد الهزيمة في ديربي لندن من أرسنال 2-0 لم أكن مستاء كثيرا من أدائنا بشكل عام أمام أرسنال هم لعبوا بشكل جيد وبكثافة عالية لم نكن قادرين على التعامل مع ذلك في البداية في الشوط الثاني في الحقيقة أظهرنا مقاومة كبيرة للتشبث بالمباراة والابقاء على حضوظنا وأن لا نخرج منها قدمنا لقطتين سيئتين جدا ما أدى إلى تلقينا لهدفين ما أعطاهم حقا الفوز دفاع سيء في المناسبتين تعلم أهديناهم الكرة في الهدف الثاني وربما كنا في ذلك التوقيت مسيطرين حتى بعشرة لاعبين لذلك كنا نحاول البقاء في المباراة كان هذا الجانب المخيب في الشوط الثاني تحصل فلاديمير كوفال على الكرة أولا لكن يعتقد أنه كان ينبغي عليه فعل ما هو أكثر بها اعتقدت أنه ينبغي عليك إما إبعاد الكرة أو استخدام دفعها بإصبع قدمه إذا ما أراد الاحتفاظ بها أو كان علي وضع قدمه خلف الكرة وكان الأمر سينتهي بصدها لكن التوقيت يعني أنه قام بوضع قدمه في الأعلى وأمسك الجزء العلوي من الكرة وسقط أعتقد أن ذلك كان وراء ما قام به أنتوني تايلور حكم المباراة بالتفكير بالقرار لكننا يجب أن نفعل ذلك لأمسك الجزء العلوي من الآن ونحن لم نفعله تعليق هو نقطة مهمة جداً هو يعترف أن فرقته كانت سيئة جداً خاصة النشوط الأولين خاصة وعلى مستوى الدفاع كمان حتى الأخطاء يعني لما حاولوا يكسبوا قالوا أننا ارتكابنا أخطاء سازجة تسببت في هزيمة فريقه زي ما نقول يا كابتين دايماً دلوقتي واللي حرارة كنت تشيد بيه في كوروش إنه بداية تنظيم الدفاع رغم المشكلة الكبيرة عندنا في القرارات العرضية قرارات العرضية طبعاً تنظيم الدفاع حالياً في العالم كله أول طريق الفوز كل المدارس التدريبية حالياً ما يدخلش في الجون قبل ما تفكر أنك تجيب هدف فكر ما يدخلش في الجون طبعاً منظومة دفع كويس عشان تكسب دي منظومة أو دي مقولة حتى موجودة طبعاً في الدورة الإنجليزية نشوف أرقام طبعاً مباراة الأرسنال ووست هام يونايتد ونشوف هل كان التفوق أعلى حتى مستوى الأرقام طبعاً الفوز 2-0 فرص الصحيحة كان فيه فرستين فقط لوست هام مقابل 9 فرص للأرسنال قدر يحق منها هدفين الأهداف المتوقعة طبعاً لصالح الأرسنال 2.6 وتقريباً نصف في المئة للصالح أو نصف هدف للوست هام الاستحواز كان لصالح أرسنال بنسبة 56% مقابل 44% تمرات الصحيحة بنسبة 84% وست هام 86% لأرسنال تصويبات 18 تصويباً للأرسنال منها 7 ما بين القائم والعرضة مقابل 6 تصويبات لوست هام تصويباً واحدة بس ما بين القائم والعرضة 14 عرضية وست هام 8 أرسنال ركنيات 5 أرسنال مقابل 2 لوست هام تعليقك وزي ما أنت قلت واضح كان حتى على مستوى الأرقام كان فيه تفوق واضح للأرسنال أرسنال كابتين حتى على مستوى زي ما نقول الفرص اللي عملوها للأهداف التزديدات عملوا 18 تزديدة مقابل 6 نحية الثانية يعني 3 أضعاف مش دافئة لهم الحاجة ولكن فيه نقطة مهمة نقطة العرضيات العرضيات بيتفوق فيها واستهام 14 عرضية لعبها مقابل 8 بس وده يورينا الشغل اللي عملو أرتيتا بعد بداية الموسم اللي كانت سيئة على الدفاع سيما محركة بتقول دافع عشان تكسب هو ده اللي عملو أرتيتا من بداية الموسم ومن ما تكلم فيه في كذا مطش بعد بداية الموسم قال احنا بنخسر عشان الدفاع الدفاع بتاعنا وحش وده بيخلينا نخسر ده اللي عملو دلوقتي أرتيتا أرتيتا نظم دفاع أرسنال ضم عناصر دفع النصر الجديدة شفناها في الدفاع بيتأدي بشكل كويس وده اللي خلاهم يظهروا بالصورة الجيدة في الأسابيع الأخيرة من الدورة الإنجليزية طيب في الأسابيع الأخيرة ظهر الأرسنال بشكل أكتر من رائع بعد الفاصل بعض المشاكل في أرسنال يمكن نقسموا من عندنا مشاكل شارع لكن كان فيه مشكلة في شارع الكابتن لفريق الأرسنال هنعرف مع حضراتكو بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل كنا بنتكلم على الأرسنال بعد البداية السيئة جدا في البريميال ليج دلوقتي يحتل بعد الأسبوع السبعة السبعة عشر المركز الرابع في الدوري الإنجليزي وتقلق كبير للعبين وعلى رأسها الرئاسة الفنية لأرتيتا المدير الفني ولكن هناك أزمة الشارع تفجرت الأسبوع كابتن مشكلة كبيرة في أرسنال أما ميكيل أرتيتا قرر أنه يسحب شارع القيادة من نجم الفريق الأول يعني دي حاجة مسهلة ومش سهل أي فريق يعملها أوبام يانج ميكيل أوبام يانج جابه صاحب منه الشارع وقال له كمان مش كده بس الديربي الماتش الديربي للجماهير المستنيها قال له مش هتلعب ماتش واستهام وفعلا كان خارج التشكيلة خالص السفر والأجازات أو السفريات اللي بيخدها بره بره انجلترا فيه 24 ساعة مثلا ممكن انت عارف حراك وكنت في أوروبا السفر سهل جدا ممكن أروح ألمانيا أروح هنا فهو كان أوبام يانج بيسافر أنت محدد لكنك ترجع مثلا سي السبت الساعة 10 الصبح يكون موجود في التدريب لا كان بييجي الساعة 11 الكلام ده أرتيتا ما بيقبلوش خالص في إطار خطته مدفعجية لكمة الكرة الأنجليزية فيه دعم ليه كامل لقراراته وده اللي شفنا من إدارة النادي تصرف قوي جدا أصدره بعد ما قرر قرارات أرتيتا إيه اللي عملته قدرت النادي نزل بيان رسمي عبر الموقع الرسمي الأرسنال وعبر مواقع حسابات النادي على السوشيال ميديا كلها بتدعم قرار أرتيتا وبيعلنوا من خلاله إقاف أوبام يانج بس خلاص هو سحب منه الشارة ودها للفرنسي أليكساندر أنا أعرف بعض التقرير أن أوبام يانج كان غاضب جدا ويعني ده ممكن يفتح المجال أوبام يانج ليه يعني الرحيل من أرسنال والاتجاه إلى الدور الأسباني ومحطة برشلونة لأن تعرف بارتو برشلونة بتدور على لعيبة مميزة طبعا أوبام يانج من أفضل لعبين على مستوى البريميال ليج تفتكر المشكلة ممكن تتطور لرحيل أوبام يانج عن الأرسنال بص يا كابتن هو أوبام يانج يعيب ليه ثقة الجماهيري كبير جدا في أرسنال ماشي ولكن الجماهيري همها في المقام الأول حاليا انتصارات الفرقة اللي عاجب جماهير أرسنال في الوقت ده أكتر أنا خلاص ما عنديش نجم فريق أنا عايز أرسنال دايما رقم واحد عند أي جمهور في العالم فريقه فريقه يكسب وده اللي بيعمله أرسنال دلوقتي تحت قادة أرتيتا حاليا بقالنا سنين بنتابع كل موسم انتقلات كل مركاته إن أبوام يانج ماشي إن برشلونة بيفاوض أبوام يانج إن بروسيا دورت موند عايز يرجع أبوام يانج تاني نادي فين بيفاوض ريال مادري دينه على أبوام يانج كهدف وقناص الفترة الجاية هل المشكلة دي هل أرتيتا هيتراجع عن كلامه ولكن اللي قاله أرتيتا للصحف إن هو أو التصريحات اللي قالها إن تعال نشوف أنا وانت والسادة المشاهدين التصريحات في مشكلة الشارع المدير الفني الأسباني أرتيتا مدرب الأرسنال قال إيه في مشكلة الشارع مع كابتن الفريق أوبام يانج لدينا مجموعة لدينا مجموعة من القادة ومن بينهم رشحنا لاعبين مختلفين لحملة الشارع كان لاجزيت قائدا خلال المباراة الماضية ولدينا أيضا تشاكا الذي سبق له حمل الشارع أيضا سنتبع ذلك النهج الحالة بكل وضوح لا تدعو للسعادة وليس هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار متسرع مجموعة القادة في الفريق قوية إنها نقطة التواصل معي ومع كادر التدريبي ومع النادي بصورة واضحة ومباشرة سنستمر على هذا النحو وهذا أحد القرارات التي اتخذناها لتحسين المجموعة ومحاولة تثقيفهم والحصول على الانطباعات الصحيحة طوال الوقت وبناء الثقة والتأسيس لقواعد سليمة وهذا نعمل بشكل جيد وسنستمر بفعل ذلك لا أملك ما أضيفه أعتقد أن بيان النادي واضح جدا إنه قرار اتخذناه بعدما حصل مع اللاعب وهذا هو موقفنا ما أستطيع إخبارك الآن هو اتخاذنا لهذا القرار لأنه كان مؤلما حقا وما يزال كذلك ويحتاج بعض الوقت ليتجاوز الأمر مجددا هو خارج التشكيل الآن كان عليه تقبل القرار أكيد طبعا ما فيش شك أن عملية الالتزام هي أول طريق النجاح وأرتيتا طبعا كان معرض لهزة كبيرة جدا أول السيزن ولكن بالخطة وبالالتزام أعتقد وصل لدلوقت المركز الرابع مش على بس المستوى الفني هابن ما نكلمش عن المستوى الفني لكن كمان ده بيبين قد مهم جدا عملية الالتزام والخطة اللي وضحها إدارة النادي مع أرتيتا لنظام احترافي كامل طبعا وعلى رأسها أكيد بيكون كابتن الفريق هو كابتن زي ما قال أحيانا يعني هو بيقول قرار صعب هو عارف أنه قرار صعب ويقول مازال قرار صعب على الجماهير ولكن زي ما بيقول دايما أحيانا يكون البتر هو العلاج لأن القصة تقررت يعني كان فيه تصريحات في ديلي ميل قالها في اليومين اللي فاته أرتيتا قال إن الموضوع أتكرر أنا أتكلمت معاه قبل كده في التأخير في العودة للفريق اتكرر منه تاني بس قال نقطة كويسة جدا أنا كابتن برضو يعني نفكر فيها إنه قال إنه عندنا مجموعة من القادة صحيح وذكر ألكساندر لكا زيت وذكر كذا لعب في الفرقة عنده وقال إن الموضوع ده ودي نقطة حلوة نفكر فيها قال إنه تحفيز للعبين يعني فرقة برضو أنت لما تيجي أنت هجيبك فبردو يعني نقطة جميلة بيتكلم فيها أرتيتا بيقول إن اللاعبين ده هيعمل تحفيز للعبين لمجموعة القادة بيتكلم على مجموعة القادة يعني بلغتنا كده الكبار بطول الفرقة المعلمين 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 مش معلمين يعني لجنة اللعبة الكبيرة اللهم كباتن الفرقة طبعا كان على رأسهم أوباما يانج وهي هنشوف في المرحلة اللي جاية الأمور هتوصل لفين مع أرسنال وأوباما يانج طيب في مشكلة أخرى بس على يعني نطاق أوسع شوية هو كبير فيروس كورونا يمكن فيه يمكن بعض المباريات تأجلت بسبب فيروس كورونا وبعض الأندية بتضغط كمان على طبعا رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا أنها تأجل لمدة أربع أسابيع من الدوري الإنجليزي نتيجة تفشي كورونا في كثير من الأندية الوضع جد خطير حاليا في إنجلترا في عدة سيناريوهات بتتدريس هتكلم محرك فيها دلوقتي في إنجلترا في اتجاه أن أنت تأخذ الأجازة بدري بس ده هيعمل مشكلة كبيرة أنت عارف حركها أجازة أعاد الميلاد وكذا لأن هم مرتبينها في المواعد ده بتيبقى فرق لو الفرق كمان اللعيبة المشكلة الأكبر لو اللعيبة الأفارق انضمت لمنتخباتها في بطولة أفريقيا الإنجليزي واحد من الدوريات اللي بيعتمد بشكل قوي جدا على اللعيبة الأفارقة غير أي دوري تاني في أوروبا نعظم النجوم الأفارقة اللي احنا بنشوفهم بيتقلقوا مع كل منتخباتهم موجودين في الدوري الإنجليزي من الأسماء الكبيرة رياض محرز محمد صلاح ساديوماني نبي كيتا كل اللعيبة اللي موجودة غالبا اللعيبة كبار جدا حتى حارس تشيلسي طبعا مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة موجودة فلازم دي تشاف لها حل السيناريو الأول كان إنه هو ممكن يا الجلازة محرك قلت أربع أسابيع دلوقتي بس ده هيعمل لهم مشكلة في الجدول هيحتاجوا لحج عامر حسين وقت يبقى مشكلة كبيرة يعني في الجدول حج عامر حسين طالع جامد قوي بعد بعد الأوراعة بتاع الدوري الأبطال أوروبا يعني الأمور بيضي نسباله إيه هاي الحل التاني حاليا هو التراجع ودي ردة كبيرة برضو للموضوع ومرفوض هناك التراجع على حضور الجماهير طبعا ده حل بيطرح حاليا إنه إحنا نرجع تاني انتعارب خلاص دوري كامل عدد زمنون آه رجعوها هم الفترة اللي فاتت ولكن دلوقتي حلق كورونا بقت كتير جدا تشيلسي عنده حلق كورونا لستر سيتي عنده حلق كورونا توتنهام واتفورد بيتأجله مباراة لستر كمان كان فيه تأجيل توتنهام وليستر وكان واتفورد كمان توتنهام تأجله ماتشينة بسبب فيروس كورونا فالموضوع بقى خطير جدا والمدربين كلهم في إنجلترا حاليا بيتكلموا في القصة دي وإن الوضع دلوقتي بقى خطير لازم في حلول الرابطة دلوقتي رابطة المحترفين الإنجلزية بتشوف الحلول دي وبتدرسها وبتشوف إيه السيناريو الأقرب اللي ممكن يلجأوا لي عشان القضاء على المشكلة دي ده يخلينا هنا برضو في مصر أنا عايز أقولها رسالة من هنا من قناة النادي الأهلي إن إحنا الموضوع ما انتهاش الموضوع خطير حولنا لازالت منتشرة وبتنتشر في العالم لازالت بتغزو دول كتير وميكرون المتحور الجديد خطير جدا وده اللي يمكن للمخوفهم برضو من مقامة البطولة إنها تيجي لكاميرون لازم نلتزم لسه الفترة الجاية ونواصل الإجراءات الاحترازية ونواصل كل اللي كان بيتامل الفترة اللي فات صحيح طبعا كمان على مستوى الإدارة الفنية لبعض الفرق عندنا تصريح طبعا رانييري مدير الفني لواتفورد قال إيه عن تفشي طبعا فيروس كورونا في البريمير ليك أتوقع أن يصاب لاعبون آخرون في الأيام القادمة حتى هؤلاء الذين تلقوا جرعتين من اللقاح يمكن أن يصابوا بالمتحور الجديد الوضع صعب جدا أعتقد أن يتم إلغاء مزيد من المباريات عاجلا أو آجلا وذلك محزن جدا واضح جدا الأمور هناك صعبة جدا يا هاب وزي ما أنت بتقول من الواضح أن في بعض المباريات هتتؤجل في الفترة اللي جاية وهو بيتكلم أنه عاجلا أم آجلا بعض اللعبة ستتصاب طبعا زي ما سمعناها كابتن بقول المباريات جديدة هتتؤجل في مباريات أكتر هتتؤجل وفي لعيبة وشوف حتى بيقولها يا كابتن من اللي خده اللقاح هيتصابه تاني لأن في مجموعة كبيرة زي ما كشفت صح هناك من اللعيبة اللي أعلن إصابتها واخدين اللقاح لأنه تقريبا معظم اللعيبة خلاص بيتواخد اللقاح نادي وهو تقريبا يعني معظم اللعيبة خلاص كانوا بس فيه جرعة أولة وجرعة تانية وفيه كمان جرعة تالتة يمكن فيه اتجاه الحصول عليها وإذا يمكن اللي قاله يوغن كلوب المدير الفني اللي بربول برضو كان عنده تصرحات عن تفشي فيروس كورونا نشوفه مع حضرتكم نحن مثل العالم كله قلقون حيال ذلك بالتأكيد لكننا نفعل ما في وسعنا ووضع التطعيم للفريق جيد جدا أعتقد أننا حصلنا على جرعة ثالثة لكل شخص كان مؤهلا للحصول عليها لأسباب طبية لم يسمح لبعضهم الآن ولكن سيتم منحها في الأيام القليلة المقبلة حصل الباقون على الجرعة الثالثة قبل بضعة أيام ونأمل أن نتمكن من القيام بذلك مع الفريق بأكمله تدرب فيرمينو بشكل طبيعي لذا أقول إنه مرشح للمشاركة أجرى كورتيس جونز الحصة الأولى جزئيا مع الفريق لذا فهو ليس ببعيد من ناحية التوقيت فهو رائع جدا بصراحة نعلم جميعا إنها فترة مزدحمة ونحتاج إلى فريق كامل بالتأكيد أن عودة لاعبين هي أخبار جيدة هذا أحد طبعاً يورجون كلوب يعني يمكن أن يتعلم من الموسم اللي فات وعارف أدي إيه الغيابات بتأثر عليه يمكن الموسم اللي فات غياب طبعاً باندايك وبعض اللعيبة خط النص أثر بشكل سلبي جداً على ليبر بولو ولكن هو حريص من كلال كلامه أن كل اللعيبة تكون سليمة بشكل كبير لأنه بيقول اللي جاي كمان أصعب بص يا كابتل هي النفخة اللي في الأول في بداية كلامه تبين الوضع في إنجلترا عمليز الوضع اللي بيعنوه يعني أنت دلوقتي ما بريدش الإصابات بس أنت بقى عندك شبح تاني كورونا بيهددك بخسارة لعيبة كتير من عندك وهو دي المشكلة اللي حالياً بيتعارك للدور الإنجليزي في الفترة دي ولازم يتشاف لها حال طبعا هورجع له لعيبة لأنه النهاردة ليفربول عنده مباراة مهمة جداً مع فريق نيوغاسل المباراة مسهلة زيما البعض مستسهلها لأن نيوغاسل دايماً أصعب المباراة مع الفرق اللي محتاجة أي نقطة محتاج منك نقطة عايز منك نيوغاسل بيمر بأزمة كبيرة جداً عايز يرجع بنقطة واحدة حتى من الأنفلد النهاردة الماتش في الأنفلد فالماتش صعب مسهلة على فرقة ليفربول لأن نيوكاسل محتاج أي نقطة لأن وضعه بعد كمان ما اشتريته الإدارة السعودية حالياً نادي وفي ضخ كبير هيحصل في الشتاء في المركات والشتوي هتلاقي أنا بقول لك من دلوقتي يا كابتن أكتر نادي هينشط في المركات والشتوي في العالم كله في أوروبا كلها هيكون فريق نيوكاسل لعل وعسى إيهاب أنه هو يبقى في البريميال ليج لأن أمور نيوكاسل أعتقد أمور صعبة جداً ولو ما دعمش خلال الفترة القادمة وخلال فترة الشتاء القادمة أعتقد الأمور هتبقى صعبة ولكن ممكن تبقى البداية من الشاملشب السنة اللي جاي خلينا نقول كمان في الأندية بتحارب جزئية مهمة جداً وأندية الأندية المحترفة في إنجلترا بتحارب شكل صعب جداً مش على مستوى كمان إصابات اللعيبة لكن على عدم وجود الجماهير مرة تانية في مدرجات البريميال ليج وخسائر بتبقى فادحة للأندية وربطة الأندية المحترفة في إنجلترا طبعاً شيء صعب جداً ولكن هنشوف الأمور هتروح لفين عايزين نشوف جدول الترتيب طبعاً قبل مباراة مباراة طبعاً ليبر بول نيوكاسل في الأسبوع السبعة عشر البريميال ليج المان سيتي بمتصدر جدول المصابقة ب41 نقطة ليبر بول ب37 نقطة ولسه ليه مباراة طبعاً مع نيوكاسل تشيلسي 36 في المركز الثالث أرسنال في المركز الرابع ب29 نقطة وستهام يونيتد في المركز الخامس 28 نقطة المان يونيتد السادس ب27 نقطة توتنهام في المركز السابع ب25 نقطة وولفت هامتون في المركز الثامن ب24 نقطة طبعاً في بعض الفرق عليها مباراة مؤجلة لكن طبعاً لستر في المركز التاسع 22 أستون فيلا في المركز العاشر 22 كريستال بالس 11 في المركز الحداشر 20 نقطة في المركز التسعتاشر ب10 نقاط ويتزيل الدوري الإنجليزي نوريتش في المركز الأخير ب10 نقاط زي ما بقولك موقف نيوكاسل صعب جداً إلا ما يكون لها حلول في المركز الشتوي في الفترة اللي جاي طبعاً يا خبت الموقف صعب جداً بس إحنا لدينا تعليقات هنا على الجدول طبعاً ليفربول وتشيلسي مليعبوش طبعاً اليوم ماتش مؤجل الاثنين طبعاً لو كسبوه غالباً النهاردة هيستمر الصراع النقطة بينهم وبين منشستر سيتي هيب 41-40-39 ولكن في نقطة عايزين نقف عن ده وهي كونتي كونتي وتوتينهام توتينهام الفرقة الوحيدة زي ما لسه بقول حراك في سابق كره متأجل ماتشين ومتأجل الجولة دي توتينهام الوحيد اللي لعب 14 مباراة في الأندية دي لعب 14 مباراة إذن عنده ثلاثة مؤجلين خدت التسعة بونت أنتقل خالص من يعني توتينهام حالياً 25 نقطة خدت التسعة بونت دول بقيت 34 عديت أرسنل وعديت الأندية دي كلها خالص توتينهام في المركز السابع دلوقتي بالزبط 25 يعني أرسنل اللي هو الرابع لعب 17 واستهام الخامس لعب 17 لا أنا خدت التسعة بونت مع كونتي لو خدتهم في الثلاث مباراة دول أنا هنقط نقطة تانية خالص عبار رابع مرتاح تعال نشوف المباراة الجولة القادمة لأنه كمان مباراة قوية جدا وزال أسراع التلازي مستمر ما بين المان سيتي وليبر بول وشيلسي طبعاً دي مباراة النهاردة هتتلاعب إن شاء الله ساعة 9 أو ساعة 10 بإذن الله ليستر سيتي أمام توتينهام أعتقد دي معرفش تأجلت ولا لسه هتقام دي ساعة 9 ونص تم تأجل تم تأجلها ليستر سيتي وتوتينهام تشيلسي إيفرتون ستقام الساعة يعني عشر للربع وتوقيت القاهرة وطبعاً كلنا بنتابع نجمنا الكبير محمد صلاح مع ليبر بول أمام نيو كاسل الساعة عشرة دي كانت يعني والسه السبت القادم بإذن الله المان يونيتد مع برايتون أستون فيلا مع بيرنلي ساويس هانتون مع برينفورد وستهام أمام نوريتش سيتي واتفورد أمام كريستال بالاس وليتز يونيتد أمام الأرسنال كلها مباريات قوية جداً مباريات الأحد إيفرتون مع ليستر وولت هامتون مع تشيلسي نيو كاسل من مع المان سيتي وطبعاً زي ما بقول لحضراتكم مباريات قوية جداً 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 في البريمير ليج وصراع سلاسي ما بين طبعاً المتصدر حتى الآن المان سيتي وليفر بول وتشيلسي فاصل سريع ونرجع مرة تانية أهلاً بحضراتكم مرة تانية إيهاب لو كنا بنتكلم على البريمير ليج وفي صراع سلاسي ما بين المان سيتي ما بين ليفر بول وما بين تشيلسي لو رحنا للدور الأسباني ما فيش صراع خلاص أعتقد ريال مدريد متصدر بشكل كبير جداً عن أقرب منافسي وعلشان نتكلم كمان بشكل أوضح يمكن نتكلم على ريال مدريد دائماً بنتكلم ريال مدريد برشلونة برشلونة للأسف في فار 24 نقطة أعتقد بين وما بين ريال مدريد تعالوا مع بعض نشوف جدول ترتيب الدور الأسباني طبعاً وإنطلاق ريال مدريد في الصدارة بشكل كبير جداً وفي اعتقادي حسم البطولة من بادر جداً ريال مدريد في المركز الأول بـ 42 نقطة يليش بيليا بـ 34 نقطة ريال بتيس بـ 33 نقطة أتليتيكو مدريد طبعاً يعني بطل الدور الأسباني العام الماضي في المركز الرابع بـ 29 نقطة ريال سوسيداد في المركز الخامس بـ 29 نقطة رايو فاليكانو في المركز السادس 27 نقطة فالينسيا في المركز السابع بـ 25 نقطة برشلونة في المركز الثامن 24 نقطة بتتكلم تقريباً على 18 نقطة عدد كبير جداً جداً من النقاط ما بين برشلونة ورية المدريد اسبانيول المركز التاسع 23 نقطة وسيسونة المركز العاشر 22 نقطة أتليتيكو بلبعو في المركز 11 21 نقطة ريال مايوكا في المركز الـ 12 بـ 20 نقطة بـ 20 نقطة بـ 20 نقطة كمان في يعني موقف لا يالوك باسم بـ 20 نقطة في المركز 16 بـ 15 نقطة وفي نهاية الترتيب ديبورتيبو في المركز السبعتاشر 15 نقطة قادش في المركز الثمنتاشر 13 نقطة كتافي في المركز التسعتاشر بـ 12 نقطة وليبانتي طبعاً في المركز الأخير بتمن نقاط برشلونة ولو كنا بنتكلم على برشلونة يبقى فيه حدث كبير جداً حصل يمكن إمبارح والاعتزال الرسمي طبعاً جويره اعتزاله كرة القدم كان خبر حزين يعني على جميع يعني على سبيل كل محب كرة القدم بصراحة مش بس الأرجنتينيين بس برشلونة ولكن هنتحرم من نجم كبير وقدم مستويات رائعة في تاريخ كبير جداً طبعاً لهذا النجم الرائع كانت بداية قصة الحزن في مباراة ألافس الموسم ده مع برشلونة بعد المباراة دي وقع فيها أجوير وحس شعر كده بألام وبعد كده تم الفحوزات الطباء زي ما احنا تابعنا طبعاً أثبتت أنه بيعاني من مشاكل في القلب وبعد كده الأطباء أخبروه أنه مش هيقدر يكمل في كرة القدم وعليه قرر اللاعب 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 وكان مبارح كان مؤتمر لإعلان اعتزاله بشكل رسمي كرة القدم بعد نهاية ما كانش يتمناها أجويره كان هو عايز يختم مسيرته مرضو أجويره ومش لعب صغير طبعاً هو أمتع العالم كله لسنوات طويلة بأهدافه بأداءه الرائع ولكن هو كان عايز يصنع تاريخ مع البرصة كان عايز ينهي حياته وده خلى الناس كلها حريصة حتى تكون موجودة مبارح في يمكن المؤتمر اللي أعلن فيه اعتزال النجم الكبير طبعاً وكان على رسم طبعاً يعني طبعاً جارديولا جارديولا طبعاً يمكن خلي بالك أجويره يعني أفضل أفضل هداف على مستوى التهديف مع جارديولا خلال الفترة أحرز 82 هدف خلال الفترة بتاع جارديولا فكل الناس موجودة وكان طبعاً شافي سيرجيو بوسكتس ورئيس نادي برشلونة طبعاً كان فيه مظاهرة حب وكانت أبرز ما في المؤتمر دي كان الدموع طبعاً أجوير وهو بيتكلم أجويره لعب أربع مباريات بس يا كابتن مع برشلونة سجل هدف المسلم ده يعني هو انتقل في الصيف جي في الصيف خلاص بعد نهاية عقده مع منشستر سيتي جي هنا مع برشلونة لعب أربع مباريات وسجل هدف واحد أجويره واحد من المهاجمين اللي لازم يسكروا في تاريخ كرة القدم تقف عندهم كتير وتتكلم كتير طبعاً نحب نشوف أجويره قال إيه طبعاً في المؤتمر طبعاً إعلان اعتزاله الكرب بصفة رسمية أجويره من عزماء كرة القدم على المستوى العالمي الآن في هذا المؤتمر نشوف ما حضرتك عندما اتصلوا بي ليخبروني أن التشخيص كان نهائياً احتجت بضعة أيام أخرى لاستيعاب ذلك ظللت آمل أن أواصل اللعب لكن بعد ذلك فكرت في ذلك بذهن صاف الآن أنا بخير لكن ذلك كان صعباً يريد المرء دائماً أن يستمر في الفوز بالألقاب لكنني سعيد جداً بكل الألقاب التي فزت فيها يمكن للمرء دائماً أن يعطي المزيد لكنني فعلت ما هو أفضل بالنسبة لي وخاصة بالنسبة للنادي كان هناك هدف جميل للغاية أحرسته مع اندبندنتي لقد كانت لحظة رائعة في مسيرتي ضد رايسينغ ليس لدي أي شيء ضد رايسينغ ولكن كان عمري سبعة عشر عاماً وكان هذا أول هدف رائع حقاً طبعاً موقف صعب جداً للعيب كبير كان كل أماله لاستمرار في الملاعب ولكن الأطباء طبعاً منعوه كان القرار النهائي والرسمي من الأطباء هو طبعاً يجب عليك اللي تقاله أن تعتزل كرة القدم نهائياً يا كابتن أجويرو يعني في أرقام كده نقولها في روبا دي أجويرو 389 مباراة مع منشستر سيتي سجل خلالها 260 هدف عدد كبير جداً من الأهداف أكليتكم أدريد اللي بداية تقلقه في أوروبا لعب 175 مباراة سجل 74 هدف اندبندنتي اللي تكلم عليه النادي البداية ونادي اللي كانت بزغت فيه موهبته لعب 54 مباراة وسجل 23 هدف ومنه خرج العالم منتقل لأوروبا أجويرو واحد من اللعيبة الكبار جداً في عالم كرة القدم الأرجنتينية وفي عالم كرة القدم في أوروبا ويمكن الأجمل حاجة أن حصلت له قبل ما يختم مسيرته هي الفوز يمكن كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين وطبعاً ألقاب كتير جداً خدها مع السيتي الفترة اللي لعبها في السيتي الفترة الزهبية مع المدرب الأسطوري بيب جورديولا ألقاب للدوري الإنجليزي وألقاب لكاس الرابطة وكاس الاتحاد الإنجليزي حاجات كتير جداً عمال أجوير بعب كبير طبعاً على المستوى الدولي وعلى المستوى العالمي نشوف خوان لابورتا طبعاً رئيس بارشلونة قال إيه في اعتزال قرط القدم لللاعب والنجمة الكبيرة أجوير أردنا قضاء المزيد من الوقت معاً لكننا نعتقد أنك اتخذت القرار الصحيح لديك دعمنا الكامل مع كل ما تحتاجه في هذا الجانب لقد كنت لاعباً من الطراز العالمي هداف معروف في جميع أنحاء العالم لقد قدمت لنا الكثير من خلال موهبتك الكروية وأيضاً أصدقائك وتعاطفك وشخصيتك لقد شاهدنا ذلك منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هنا في بارشلونة حداً لا تقليل موكسبه portخلกان المزيد ليشهادت على بننا طبعا من أصعب الموقف اللي بيمر بيها أي لعب في العالم هي عملية الاعتزال ممكن يكون الموقف أسهل شوية لو كان نتيجة تقدم في السنة وإصابة أو أو لكن نتيجة كمان وعكة صحية وكان عنده أمال كبيرة أو كمان من خلال انتظاره للتقرير التبي من الأطباء أنه هم يطمنون أن أنت قادر على الأقل تكمل يعني طبعا تاريخك وفي الملاعب لكن النتيجة للأسف كانت على غير متوقع طبعا نهاية نجم كبير نهاية جميلة طبعا وتقدير من نادي بحجم برشلونة رغم أن اللعب لا أقدم له شيء يعني لا أقدرش نقدم له شيء أربع موريات وجاب هدف لكن تقدير من نجم كبير الرموز اللي حضرت تقدير العالم كله الجماهير اللي دعمته ده يؤكد كمتو أنا بس قبل أن نكتم أكبت النقطة وحيدة توريك الوضع صعب قد إيه ليفربول حاليا بيعلن إصابة السلاسي فابينيو وكورتس جونس وفاندايك بفيروس كرول يغيبوا عن المباراة ده كان خبر فعلا من خلال يمكن تلات دقائق بالضبط خبر طبعا ولسه كان يوجن كلوب متخوف من هذه الإصابات لكن أعلن فعلا ليفربول إصابة طبعا فاندايك فابينيو وجونس ده طبعا خلال الدقائق الأخيرة في ليفربول وطبعا في نهاية حاليا تغيبوا عن المباراة صحيح صحيح خارج المباراة لكن كل التوفيق طبعا للنجمال الكبير محمد صلاح ربنا يحفظه يا رب إن شاء الله إن شاء الله إيهاب بنشكرك شكرا جزيلا يعني نورتنا وأبدعت شكرك كابتن ربنا خليكوا بسعيد أني دايما بتواجد معاكم مع جماهيري النادي الأهلي على شاشة قناة النادي دايما منوارني إهاب بنشكرك شكرا جزيلا وبشكر حضراتكم على طبعا متابعتكم لينا وإن شاء الله في اللقاء متجدد بإذن الله يوم الاتنين اللي جاي يوم جديد وحلقة جديدة من المحترق شكرا جزيلا